بحضور جينين بلاسخارت مسؤولة بعثة يونامي في العراق ناقش رؤساء وممثلو الأحزاب الكردية مختلف القضايا الخلافية والخدمات في إقليم كردستان الاجتماعات الكردية الأخيرة ستمهد لمناقشة قضية الترشيح لرئاسة الجمهورية وهي المشكلة الخلافية الأبرز خلال هذه الفترة والتي فاقمت من أزمة الانسداد السياسي على صعيد العراق كله إنهاء الخلافات بين أحزاب إقليم كردستان هو جزء من إنهاء الانسداد السياسي في العراق أجمع لذا يجب أن نتعاون معا لإنهاء الانسداد السياسي العالم يواجه غلاء وتعقيدات كبيرة وهذا جعل الشعب العراقي يواجه أوضاع صعبة لذا يتوجه على كل القوى العراقية إبداء المرونة تجاه بعضها حتى يتحقق الانفراج السياسي في العملية السياسية العراقية الاجتماع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تناول أيضا قضايا تتعلق بتوزيع السلطة والإدارة وقانون الانتخابات ومفوضيتها الأمر الذي رأى فيه محللون أنه يدفع باتجاه حلحالة الانسداد السياسي في بغداد الاتفاق الكردي على اسم شخصية معينة لرئاسة الجمهورية سيكون بداية الحل وبالتأكيد سيجعل من الأزمة الحالية باتجاه الانفراج وأي شخصية اتفق عليها الأخوة الكرد بالتأكيد ستحظى من موافقة الأطراف السياسية الأخرى لأن العملية الاختيار الآن متوقفة على البيت الكردي اتفاق البيت الكردي على مرشح موحد لرئيس الجمهورية سيدفع بحسب مراقبين التحالف الثلاثي إنقاذ وطن والإطار التنسيقي والقوى المقربة منهما لتفعيل حوارات حل الانسداد السياسي كون حل خلافات الكرد يمثل بداية لحل الخلافات العراقية وبحسب الدستور العراقي فإن الرئيس المنتخب وهو من حصة الكرد سيكلف شخصية لتولي رئاسة الحكومة أي برض الحرة